وأنا بداية طبعاً بدأت في حفظة إسكندرية يعني معظم عائلتي من إسكندرية بدأت في البسكتبول كانت نادي سموحة أنا حتى الآن أعوده هناك يعني وبعد كانت تقلنا للقاهرة عشان بتقلنا مع والدي يعني للقاهرة واحنا في المدرسة جي حداً من نادي الأهلي بيختار طوال القاومة عشان يلعبوا الرياضات الجامعية هناك زي الطايرة والبسكت فاختروني أن أنا انضمت فرقية طايرة وقعدت في النادي الأهلي حوالي خمس سنين يمكن أن أنا كنت في سنة صغيرة طويل القاومة بعد كده بدأ الطول يفرق فأنا ما كنتش لعب مميز في الكرة الطايرة عموماً يعني فانتقلت للتحارة الشرطة وهناك كنت عامل يعني كان نقل شوية في حياتي في أن أنا كنت لاخد مساحة أكبر لللاعب وكنت بالعب في سنة وسنة أكبر الحمد لله يعني عملت على قد مقدر في الكرة الطايرة 11 سنة 5 في الأهلي 6 في التحارة الشرطة وجنب الكرة الطايرة اللي هي كانت لعبتي الأساسية لعبت أكثر من رياضة ثانية ما بين التأديف والبوكس والحراسة المرمى أنا كنت يمكن موهوب شوائيتين في حراسة المرمى عن الكرة الطايرة طبعاً كان جسمي يعتبر مناسب وقتها عن الكرة الطايرة بس أنا كان عندي المعلومة يمكن كانت معلومة خطئة أن أنا كألعاب جماعية ما قدرش ألعب أكثر من لعبتين فقلت مش عاسد ضيع بقى اللي حصل كله في الكرة الطايرة 8 سنين أو لحاجة وقتها وإن أنا أروح لعبتانية من جديد فكنت بلعبها جنب الكرة الطايرة كهاوي وكنت أخد أحسن حرص مرمى في دورة بيبسي فيها الدورة التانية في دورة بيبسي وكان جالي يمكن شبه وعروض بأن أنا نضم النوادي بس أنا كنت مستبعد بالموضوع الاختبار الوحيد اللي أخدته كان اختبار ناري الزمالك وبعد الاختبارات انضميت لتبقى مرة مع الفرية الأساسية كان مويت 90 وقتها وحصلت لي إصابة كبيرة جدا وأنا بتمرن هناك كان فيه تحكة في الأرض كده فبعمل ترايو بطلع على كرة عالية تحت العرضة فعملت ترايو ونزلت حصل زي شرخي في عظم الفغد فكان عندي مشكلة أصلا أن أنا بقى أقوم بدور حرص المرمى ده فكملت في الكرة الطايرة زي مانا ومن هنا بقى بدأت بدايتي أن أنا أتجهل التدريب يعني أنا ناوي أن أنا أشتغل في التدريب وهو نفس مجال ده 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 وقت الى الإعداد البدني والأداء الرياضي والتأهيل ناوي ومن وانا عندي يمكن 16 سنة من وانا لسه في آخر ما حرارة آخر سنة في إعدادي كنت مترجة أن انا أشتغل في المجال ده يعني ومن هنا بقى بدأت وفيه ناس دعمتني في الريحة دي من بدايتي بدايتي بدأت وانا لسه في ثالثة كلية اترشحت من قبل دكتور سامح زلام خصائي التأهيل كانت في التحالي الشرطة في الكرة الطايرة وقتها ومنتخب مصر اترشحت المنتخب المبرزة منتخب السلاح وكان وقتها يمكن أن هو من أقوى الاتحادات وقتها بسبب أنه كان على أبو الآسم حصل على الفضية في لندن 2012 أنا انضميته في شهر 12 أعتقد كان بعد الأولمبياد بثلاث شهور مع الاتحاد الجديد دي كانت بدايتي والحمد لله كانت بداية موفقة جداً إن أنا بدأت كبير يعني بدايتي كانت أنا كنت مترجمة نشتغل مع الرياضين وقتها قبلها يعني كنت بشتغل مع العاف فردية أو الرياضين بشكل خاص يعني كان أول حاجة مسككت منتخب مصر ومنتخب أول فكان دي كان بداية قوية جداً أعت فيها أكتر من سنتين بعديها أنشأت شركة خاصة في مجال التدريب وغاية الوقت برضو احنا بنقوم بكذا مشروع يعني بعديها انضميت لمنتخب الكرة الطائرة في 2018 أعدت حوالي شهر ونص بس وكنت أنا على تواصل مع كبتن أهيب جلال بخصوص أكتر من الموضوع بس ما كنتش في جهازه وقتها لسه كلما تواصل بخصوص حاجات في التكنولوجي وإدارة الأحمال والكلام ده جات في الفترة دي كان في نقاش من قبل ما أنا أتولى مع الكبتن وقتها يعني كرة الطائرة محمد مصالحي اشتغلت معايا شهر ونص بس من قبل شهر ونصول أصلاً كنت على تواصل مع الكبتن أهيب جلال وبعد كده انتقلت معايا النادي أهلي ترابلس كان بداية شغلي بقى في الكرة خالص كان مع الكبتن أهيب كنا ما بين بقى ليبيا وتونس والمغرب بسبب أن النادي أهلي ترابلس ده والأهل الليبي كان بيشارك في البطولة العربية ما استمرتش لأسباب كتير ودوري يمكن معايا ما كانش دور أساسي مع كبتن أهيب جلال ورجعت مصر فلما رجعت ركزت في الدراسة أكتر بتاعت أحمال بتاعت الكرة درست في أكتر من مكان الدورات متخصصة ومتطورة في إدارة الأحمال في الكرة باستخدام التكنولوجي وليمن الحاجات اللي كانت فارقة معايا أن أنا مركز جداً في موضوع التكنولوجي والحاجات الأبضيتد والكلام ده من وانا من يمكن من أول من خلط نجال التدريب يعني بحاول أن ألا بقى سابق شوية وبحاول أن ألا بقى متابع أوروبا شغالة إزاي وكما رجع لنا فبعديها في الفترة اللي أنا رجعت فيها ما بين المذاكرة ما بين أن أنا بطور في شغلي تاني في مصر اللي كان هنا قبل ما أتاجه مع كابتن أهيب جالي ترشيح من قبل شركة متخصصة في تحليل الأداء في الكرة في مصر هي اللي رشعتني لكابتن عماد وبالصدفة يعني من تدابير ربنا أن أنا الكورس اللي كنت قاعد أذاكر فيه ثلاث شهور الفترة دي كان بيتكلم عن جهاز معين في إدارة الأحمال في الكرة وما قولين كان عندها الجهاز ده كان النادي الوحيد اللي عنده الجهاز ده فبالصدفة طبعاً كان الموضوع بنسبالي سهل جداً أن أنا متابع الأرقام وعرف القرارات وعرف الأرقام دي لما تطلع معناها إيه لأن الأجهزة دي أو عموماً إدارة الأحمال أنت دورك كمعدة بدنة أو كمخطط أحمال أن أنت تبقى مسؤول عن جهازية اللاعب أو الفرقة على مدار الموسم كله مش أنه هما يبقوا فترات عالين وفترات وطلينة تبقى مرأي بكل حاجة متوقع الأداء بشكل كبير فاللي حصل بقى من تدابير ربنا الكثيرة يعني ليه أن أنا الجهاز ده لقيته هو اللي هناك في المقارين فاشتغلت عليه مع بداية كابتن عماد على طول يمكن أول مع حضرنا كان ربنا موفقنا جداً وكسبنا ست مبارات متواصلة اللي كانت يمكن رقم قياسة للنادي عملنا موسمين الحمد لله يعني ربنا كارنا فيهم جداً وإحنا في الموسم الثالث حالانة اشتركوا في القناة